اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد بعد التحية والسلام لا يحلى الكلام إلا بالصلاة على خير الأنام محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله على محمد وعلى آل محمد أما بعد دخل السلطان وأخته ندى خلفه عندما دخلت وقف حمد مندهشا من جمالها قال في نفسه حسبي الله عليك يا سماح ظلمتي البنت بكلامك كانت ندى ذات بشرة حنطية وملامحها جميلة جدا كانت ترتدي فستانا أحمر اللون أحبها حمد كثيرا قال لها سبحان من سواكي ضحك السلطان من قلبه وندى احمرت وجناتها وابتسمت ابتسامة جميلة وهي تنظر إلى حمد ثم تنظر إلى الأرض تقدم حمد إلى ندى وقدم لها العقد الذي اشتراه لها من قبل لكن ندى لم تمد يدها كانت خجولة جدا فتقدم السلطان وأخذها منه وقال اعذرها فهي خجولة حسنا يا ندى اذهب الآن خرجت ندى والفرحة تملأ قلبها فكم كانت تحلم برجل صالح ومتدين مثل حمد وفي تلك الأثناء كان السلطان يسأل حمد ها يا حمد ما رأيك في ندى هل أعجبتك؟ قال حمد ونعم الأخت يا سلطان دعنا نتفق على موعد الزفاف وكل الأمور التي تتعلق به بعد أن اتفق على كل شيء خرج حمد من منزل سلطان واتجه إلى بيتهم وعندما فتح باب المنزل وإذا بسماح تنتظره ومعها أخواته الثلاث قالت سماح وابتسامة السخرية في وجهها ها هل رأيته كم هي بشعة وسوداء؟ اقترب منها حمد والضحكة تملأ وجهه ثم قال إنها جميلة جدا ولا يهمني كلامك عنها وزواجي سيكون بعد خمس أشهر بإذن الله سعقت سماح من كلام أخيها وقالت بعصبية أنت مجنون كيف تحجد الزواج وأنا لست راضية بزواجك ثم إنها سوداء وبشعة وماذا تريد بها؟ ثم إنها سوداء وبشعة ماذا تريد بها؟ آهان أكيد أنها وضعت مساحيق على وجهها وصدقت بأنها بيضاء وجميلة لقد خدعتك يا أخي إنها سوداء جدا قال حمد هداك الله يا أختي ثم أف من أمامها كانت سماح تخطط كيف تفسد الزواج بأي طريقة فكانت كلما رأت حمد أمامها قالت أجد لك الخير إنها سوداء لكن سبحان الله تملكت ندا عقل وقلب حمد فكانت هي كل تفكيره وبعد خمس أشهر تم الزواج وكانت ندا في قمة جمالها في ليلتها التي طالما حلمت بها ومن شدة كره سماح لها حتى أنها لبست فستانا قديم في يوم زفاف أخيها كانت ندا تعيش مع حمد وإخواته الثلاث في نفس المنزل لأن والدهم متوفى وأمهم متزوجة وتعيش في مدينة أخرى وسماح أيضا تعيش معهم لأن زوجها كان يعمل في بريطانيا رأت ندا أنواع الظلم والإهانات من سماح وكانت تصمت من أجل زوجها وبعد سنة رزقت ندا وحمد بطفل جميل وذات يوم كانت سماح تجرس بجانب ندا في إحدى المناسبات ثم نظرت إلى ابن أخيها وقالت ندا لماذا تلبسين ابنك اللون الأحمر إن هذا اللون لا يناسبه أبدا هل عرفتم ماذا تقصد إنها تقصد أن ابن أخيها أسمر ولا يناسبه اللون الأحمر نظرت إليها ندا مندهش من جرأتها على قول هذا الكلام ولم ترد عليها بكلمة فكما قلت لكم سماح تفتخر بنفسها وبابنها وزوجها وبعد ستة أشهر عاد زوج سماح من بريطانيا وسافرت معه إلى جدة فعمل زوجها هناك وبعد فترة حملت سماح ورجعت إلى منزل حمد تقول أنا أتوحم على زوجي وأريد البقاء عندك صبرت ندا مع أنها هي أيضا كانت حامل كانت تغسل وتطبخ وتعمل لهم كل شيء وهي فقط تأكل مع أخواتها ولا تعمل أي شيء وبعد تسعة أشهر ولدت كل من ندا وسماح وكل منهما أنجبت بنت لكن سبحانك يا رب تمهل ولا تهمل أتعرفون ماذا حدث أنجبت ندا فتاة بيضاء جميلة جدا ولشدة جمالها سمتها جميلة أما سماح سبحانك يا رب اللهم لا شماته فكانت ابنتها شديدة السمرة ولم تكن جميلة أبدا حتى أن أهل زوجها أصبحوا ينادون ابنتها بالسوداء وهي تكره ابنتها لدرجة أنها تقول لا أعلم من أين أتيتي فأنا بيضاء ووالدك أبيض فكيف أتيتي هكذا وأنا أقول لها سبحانك يا رب تمهل ولا تهمل فكم تجرأتي على خلق الله وتشمتتي واليوم يتشمتون الناس بابنتك وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعمل فائدة والأجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة